اهل البيت واذا كان كلامي الغلط يعمل حاجة من حقك انك تتصل بي وتمقشني وتقول لي والله كلامي الغلط في النقطة واحد واثنين وثلاثة القضية الاولى التي دائما ما يتحدث فيها الشيعة الاثنى عشرية على قضية الامامة في الفكر الشيعة الاثنى عشرية قضية الامامة اخدت الشيعة الى ما هو ابعد من ذلك في قضية الغلو بعد ذلك المرحلة الاقرى في هذا الفكر حاضر هنستقبل الاتصالات بس اقول المقدمة واخد الاتصالات من السنة والشيعة ان شاء الله فالاخوة الكرام عزرا اصبروا علي فضلا وليس امر لاحبة الكرام شاركوا البس المباشر في اليوتيوب وفي التكتوك وفي وسائل التواصل الاجتماعي حافظكم الله تعالوا النهاردة كده يا اخواننا لاحبة برك الله فيكم ناخدكم رحلة سريعة في مشأة التشيع من غير ما نتكلم كتير الحمد لله كان برنامج دردش مباشر وضح بالادلة الصادقة والبراهين فكر الشيعة الاثنى عشرية وحقيقة فكر الشيعة الاثنى عشرية وكيف تطور هذا الفكر وكيف افتركت فرق الشيعة الاكتر من خمسين فرقة وكل هذه الامور تناولناها مسبقا النهاردة لا انا عايز اخش في نقطة تانية خاصة ماذا يريد الشيعة ماذا يريد الشيعة بتبدأ من نشأة الفكر الشيعة الاثنى عشر انا عايزك تدور ورايا وتدور في العقائد والكتب والابحاث زي ما انت عايز نشأة التشيع بدأت بالدعاء عبدالله ابن السبق اليهودي الذي قال في عهد علي ابن ابي طالب ان علي ابن ابي طالب هو وصي كما كان يوشع ابن نون وصي يبقى اذا دي البداية كده قالك لكل نبي وصي ووصي موسى يوشع ووصي النبي محمد صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب يعني ماشي ما الهدف من تلك الوصية يبقى اذا اول سؤال معنا ما الهدف من الوصية لو بجينا دورنا في بخوس الفكر الشيء الاثنى عشر هنلاقي ان الهدف من الوصية هو تعليم الدين الصحيح يعني ما فيش هدف تاني خالص لا 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 هو الهدف اقامة الدين الصحيح عن طريق الحكم السياسي والحكم الديني لعلي ابن ابي طالب يبقى اذا نظرية الوصية تتلخص في حكم سياسي وحكم ديني عن ان النبي يوصى بهؤلاء وان الله سبحانه وتعالى وصى النبي بولاية علي ابن ابي طالب ده الفكر المغلوط عند الشيء الاثنى عشرية ليه عم اشر نحن النهاردة لما نفكر معكم من علي ابن ابي طالب هو اهل البيت وهو ابن عم النبي وهو اول الناس في الاسلام كما يقول الشيء الاثنى عشرية ونحن نقول ايضا انه من اول الناس الذين اسلاموا وشاهدوا لا اله الى الله وان محمد رسول الله مع عبي بقر الصديق وخديجة بن تفايل زوج النبي ام المؤنين رضي الله عنها وارضاها ومولى النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء كانوا بدايات الاسلام بزرة الاسلام طيب النهاردة تطور الفكر في النشأة من قول عبد الله بن سبق ان النهاردة لابد ان يكون هناك وصيا للنبي والوصية هذا هو علي ابن ابي طالب هدفه اقامة الدين الصحيح ونذلك جاءت الفكرة بعد كده بنسب العصمة المطلقة طيب انا النهاردة لو قلت الاشياء علي ابن ابي طالب هو الامام هو الخليفة المنصط من عند الله هو الوصية بعد النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة ايه اللي هيختلف معي في الدين هل ستختلف تعليم النبي بصحابة النبي عن تعليم النبي ليه علي من جهل الشيعي الاسلام يقول لك نعم تختلف التعليم وهنا اول ضربة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوة الاسلام طيب يا عم اشرف احنا ما نيجي نقرأ من بين السطور مع بعض هو النهاردة لو الشيعي رد علي وقال لي نعم تعليم علي ابن ابي طالب التي طلقاها عن النبي افضل من تعليم باقي الصحابة واقوى من تعليم باقي الصحابة نضربه ازاي نضربه بسيطة اوي ده لكل ذي عقل ان يعقل هو النهاردة اذا كانت تعليم علي افضل من تعليم الصحابة اول حاجة كده لماذا تلوم الصحابة على علم لم يتعلموه انتوا بتقولون عندكم الصحابة ما عندهمش العلم الكافي وعلي ابن ابي طالب عنده العلم الكافي فتدخل الشيعي في الحتم مباشرة قلوا اذا كانت تعليم علي عن النبي افضل واعلم من الصحابة اذا لا تلوموا على الصحابة اذا اخطأوا في تعليم الدين لان النبي لم يوصل لهم الدين كاملا كما انتم تدعوه ولا كلامي قلط ها يبقى اذا لا تلوموا على رأي الصحابة جهلوا بامر من امور الدين لا تلوم على شخص مسلم جهلوا بامر من امور الدين وتيجي تقول علي الاعلم طب علي الاعلم بسبب مين ان النبي لم يبلغ وهذا اول طعن من الشيع الاثنى عشرية في النبي صلى الله عليه وسلم تمام اللي هو ان تعليم علي ابن ابن طلب تكون افضل من تعليم باقي الصحابة واضح للزام ده احبات الكرام ولا مواضح بارك الله فيكم ها للزام مفهوم ولا مو مفهوم يقول لم يجي يقول لك عندك ابي بقرأ اخطأ في كذا عمره اخطأ في كذا عثمانه اخطأ في كذا ام المؤلينه اخطأته في كذا لا تلوموا هؤلاء بل نلوم من يعمل حد نلوم من علمه انت مش بتقول ان علي هو الذي اخذ العلم الصحيح فلو جي الشيء بقى قال لي لا والله العلم واحد ما بين علي وما بين الصحاب نضرب الضربة التانية يبقى اذا كان العلم واحد اخذت من سين اخذت من صاد ايه اللي هيفرق عندي اذا كان العلم واحد ايه اللي هيفرق عندي يبقى اذا كان علم عليه هو نفس علم ابي بقر هو نفس علم عمر هو نفس علم عثمان ونفس علم طلحة ونفس علم الزبي عمار ابن ياسر المقداد ابو ذر هؤلاء اذا العلم هنا اذا كان واحد انا باخد من الجميع لا 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 احنا لازم نقول ميزة تانية ضفها عشان انا عارفك هترد عليك شخص وهابي ناصبي سني هتقول لي ايه الاشكالية هنا اقولك ان ربنا عصامهم اساسا وهنا اضيفت نظرية العصمة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذا التسلسل اخواننا لاحبا برك الله فيكم هو اصل لاختراع الفكرة ما هو معتقد ايه يؤمن ثم يبحث عن الادلة يؤمن ثم يبحث عن الادلة ما بين ايش ادلة يخترع ادلة ومن الممكن ان يضرب بكلمات القرآن عرض الجدار وبكلام الامام عرض الجدار لانه هو عايز يوصل للدليل اللي هو المزاجي اللي احنا عارفينه نحن بقول ادلة الشيعة كلها مزاجية لا تبنى اشتركوا في القناة